فن متميز جدا جدا ولكن تنفيزه صعب جدا جدا لكن في الاخر نتيجة بتبقى متميزة فرضو جدا جدا الجبلان الجبلان هو فن من الفنون العالمية كل الناس اللي بيحبوا يقتلوا اللوحات التشكيلية بيفتخروا عندهم لوحة جبلان من تهبتهم لان هم بيحسوا ان ده عمل قيم لتيجة للوقت والمجهود اللي خدوا العمل دا فن يعلميين اشتهروا بالفن دا ولكن فيه كمان فنانين مصريين بيشتهروا به الى الان والنهار دا معانا احد هؤلاء الفنانين اللي تميزوا في هذا الفن وبيقدم معرضه التاني على التوالي في خمس سنين النهار دا بنرحب الفنان التشكيلي محمد عمار واللي بيقيم معرض جبلاننا بالمصري طبعا خير طبعا خيرا اولا عدينيش حسنا المشاهدين اللي معنهمش هاني فكرة عن الجبلان ايه هو بالضبط المنتهى البساطة الجبلان منطل بساطة تحويل اي صورة او تصميم او اي شكل انت حبه من صورة او حاجة مرسومة او مصورة الى سجادة حقيطية بتتعلق على الحيطة بالنسيج بنفس التفاصيل وبنفس الالوان مع اضافة لمسة الويفنج نفسه او التيتشار بتاع الخامة بيدي جمل لما تحط الصورة الاصلية وصورة الجبلان حتلاقهم الاثنين زي بعض تيبكال مع تميز الجبلان بالملمس والشكل الغير عادي للصورة العادية ايه اصل الفن دا يا فن؟ هو غير من اصل فارقه او تاريخه هو تاريخ الفراعن عمله كل حاجة هم اصل كل حاجة يعني مصر حقيقة بكل فخر ولازم نفتكر دا في الوقت دا بالذات ان احنا اصل كل حاجة في الدنيا يعني الحمد لله لكن برضو للأسف يعني في حاجات كتير قوي كنا رواد فيها وابتدت في النازل يعني بس كل حاجة ترجعن ان شاء الله طيب احنا معنا تقرير مصور عن الجبلان هنروح مشوفه ونرجع تاني على طول هليكم معنا زي بيعمل التكوين بتاعهم الى جانب الجبلان عنده في لوحات زخرفية جميلة برضو موجودة هنا في المعرض اللوحات دي بشوف فيها اللون ازاي هو مراكب الوانه ازاي عامل انسجام في اللون ازاي عامل الالوان الساخنة وامتى يدخل فيها اللون البارد ازاي برضو عامل الالوان البردة امتى يدخل فيها اللون الساخن يعني عامل هارموني جميل جدا باللون الى جانب طبعا استخدام برضو الخطوط عنده الخطوط عنده جميل جدا خطوط طولية وخطوط عرضية وخطوط مطقتها مع بعضها في اشكال جميلة في الحقيقة بتكوني طبعا بينها مساحات مختلفة في الاحجام والاشكال شكرا بعض من الاعمال خلينا نقول ان في اعمال فانينين كبار زي محمود سعيد وزي ايضا وجوه الفايوم وطبعا دي اعمال كلاسكال الشهيرة فان التشكيل لكن في اعمال تانية معظم الاعمال يعني معظم المعرض بتاعي انا وتصميمي انا لكن في ناس بعشق فانهم وبعشق شغلهم زي محمود سعيد شغله بيطلح فيه قوي في الجبلان لانه بيبقى فيه الظل والضق فيه والضاءة متميزة قوي متلاهاش في اي شغل تاني تشوف اي لوحة تعرف على طول ان محمود سعيد من الضل والنور فيها بيبقى متميز جدا وده الشغل بيبقى في الجبلان احلى بكتير بس تحرك قد ايه وقت عشان تقدي تنفذ لوحة وبالمقاسات يعني بس احنا شوفنا المقاسات تعت لوحة لوحات دي مختلفة صح؟ تمام وقت تقدي ايه بقى؟ لوحة كبيرة لوحة الاصغر والله لوحة المتوسطة حتى ماشي كبيرة متاخدش اقلي من 4-5 شهور شغل 4-5 شهور يدوي حرك بترسم يعني عادي جدا بتنسك فرشة وترسم بالفرشة في اي صورة ممكن تكون اسبوعين حسب مجهودك كفنان لكن الرسم بالخيط شواله انا صعبة جدا جدا الرسم بالخيط وانواع الخيط المستخدمة بتبقى ايه؟ هو يعني اكتر حاجة الصوف والحرير بس الحرير غالي جدا يعني الصوف حتى مش عارفين نسوقه لكن الحرير بيبقى اغلق يعني 3-4 اضعاف التمن بتاع الصوف والحرير الحقيقة يعني على قد جماله بس بتبقى اللوحة مش ماسكة نفسها الصوف ماسك نفسه تحط اللوحة تلقى على حيطة كده كبناس الجادة لكن الحرير ما بتبقاش حرير اه بنشوف في سينة مثلا وفي شمال سينة تحتية وفي العريش وغيرهم فكرة الكليم وبيبقى الالوان الالوان الخيط نفسها معمولة من الطبيعة بيتعامل بألوان طبيعية هل الالوان المستخدمة ونوعية الخيط المستخدمة في الجبلان برض طبيعية بستخدم صوف طبيعي وبجيبه برضو لازم يجي ابيض عشان اسبغه بالدرجات اللي انا عايزها لا يمكن حلاقي يعني صوف مسبوغ بالدرجات اللي انا عايزها بالضبط كمان اللي بيميز لوحاتي بالذات عن جبلان يعني اللوحة الاصلية بعمل لها تحليل لوني مثلا سي فيها مثلا خمس الوان او ستة الوان كل لون منهم باسبغ له خمس درجات او ستة درجات يبقى اللوحة الاصلية فيها ستة الوان حتلاقي لوحة الجبلان فيها تلاتين لون كل لون في الاصل فيه ستة او خمس درجات مختلفة ولذا لو خدت اي سنتيمتر مربع من اللوحة استحالت لقي لون واحد حتى لو هو في الاصل لون واحد تلاقيه مثلا في الاصل ازرق تلاقيه عندي فيه ستين ازرق بس هبيقصرش في اللوحة نفسها او في هو ده ده من اسلوب يعني زي الاسلوب التأثيري بتاع التأثيرية بتاع الزمان اللي هو كان من اللوحة كلها نقاط 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 وبعدين لما تبعد بيت لقي النقاط ده كلها بقت مساحة هو ده ده الزبط بيديك نفس التأثير انت ما تتبينش الخطوط دي اللي ما تقرب منها او تبصلها لكن شايف على بعد مترين ما انت شايف انت شايف بس باقة من الالوان متميزة بانها على درجات مختلفة لكن على البعد بتدي بعد تانين هل حالتك مساعدين بيساعدوك في تنفيذ هذه الأعمال؟ تأكيد ده شغل متعب جدا وانا خلاص يعني بتبقى عاملة زي زي بس هنورشة عمل والله يعني أنا معايا شخص متميز جدا يعني معايا بقالو 15 سنة بيشتغل معايا وما غيرتوش وانتقيتو من وسط عشرات وبقى فيه يعني بقى فيه تيم ويرك جميل قوي بنا يعني هو فاهم عايزيه والحقيقة يعني بشكره حتى بالمناسبة ان هو بيتحميني جدا لاني ممكن الحاجة الواحد ده ممكن بمفكها كذا مرة على ما نوصل للنتيجة يعني هلك ممكن تعمل اللوحة بكذا تفكها تاني؟ لا مش كلها طبعا يعني لو جزء مثلا زي عين فيه شكل معين البرتري هو اللي بيبقى صعب اي ببرتري في الجملان أصعب حاجة بتواجهة نجاء البرتري البرتري لكن الأعمال التانية اللي هي العمال التانية بتبقى يعني خلاص ممكن مناظرة طبعية ما بقاش فيها غلطة قوي لكن البرتري هكت منتزم بشكل معين يعني العيني زي ما طلعتش عين وبالزبط زي ما هي منضطرن فكه يمكن عشر مرات على ما نظبطها وعشان كده واحد بيحاول إيه بعد عن البرتري هاتي في الجملان حيارتك قدمت أقول معرض ليك من خمس سنين ليه الفترة الطويلة ديت؟ انا بقول لحضرتك يعني زكاة اللوحة 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 ده أنا بشتغل اللوحة اللوحة بتاخد تقريباً خمس شهور ففي السنة هتطلع على الوحتين ثلاثة مش هتعمل المعرض قبل من غير عشر لقمستاشر لوحة فهو يعني كل خمس سنين المعرض كويس قوي استقبال الناس بقى كان إيه للمعرض والله يا بس شريف ما قولكش أنا يعني كان نفسي أجيب معي الألبوم اللي الناس كده فيه وعايز أقول لحضرتك أن دي الحاجة الوحيدة اللوحة بيطلع بيها من المعرض يعني فيش حاجة تانية الحمد لله وحياتك يعني اللوحة معروضة للبيع معروضة للبيع بس الفنان المصري عموماً نكوب بحاجة وأن الناس تزوّق قوي للفن يمكن معهاش فلوس يعني أنا في واحدة كدبالي اللي بيارح بتقولي أنا نفسي أقتني كل أعمالك دي لو بييدي أنا كل أعمالك دي بقى في البيت عندي لكن الإيد قصيرة زيما بيقول حدي تاني بيقولي أنا كاد والله مش غالي أول حاجة يعني تقريباً والله بعملها بصيرها بتكلفة أنا خمستاشر سنة شريف بشتغل للشغل ده يعني هل دي مهنتك في وحيدة فنم ولا أحدك عندك يعني أنا 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 كنت مدير عام في فزارة الثقافة وتلقيت معاش وحالياً بعمل وهو ده مشروعي يعني ده لأن الحقيقة للجبلان يعني طول عمره واخد ستايل معين كده حتى في الناس اللي بيشتروا جبلانه ومعارفينه يأخذ الحاجات بيتنفس على صور المستشرقين أو الحاجات أجنبية فأنا فعلاً بقول جبلانه بالمصر دي مش 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 مجرد كلمة ومش مجرد عنوان يعني أنا أصطي فعلاً إن لأ يا جماعة في تصميمات مصرية في ده ده نص المعرض حاجات حروف عربية حروف عربية حروف عربية زي ما حدك شفت آيات قرآنية أسماء الله الحسنى معمولة بأسلوب مختلف خالص عن أي يعني أسلوب تاني ممكن تشوفه في حاجتان أنا من عشاء الجفتون والبحر الأحمر يعني أعماق البحر برضو عامل مجموعة لوحات الناس والله واحدة بتقولي أنا حاسة دلوقت أهو وقفة قدامك قاعدة في جلاس بوت وشايفة قاع البحر قدامي عايشة فيه فالحمد الله يعني أرأي الناس وتقبلوا الناس كويس قوي بس للأسف برضو مش عايزين نفتل نقول الحكومة الحكومة لكن حقيقي ما فيش دعم للفنانين يعني أنا 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 ممكن جبت معاني الوزير أول مبارح مخصوص روحت له قلت له فانتم يعني فيه معرض منتمايز أو هو كان مسافر يوم اللي فتح الأسف ما حضروهش فروحت له قلت له يعني أما جيهم بار قال أنا مش متصور إنه ممكن يبقى فيه فن بالشكل ده أو فيه حد بيشتغل بالشكل ده فللأسف شايتمعرفش هل الفترة اللي إحنا فيها هي اللي مخليها الناس يعني فيه كذا مشكلة يعني فيه مشكلة في الفن التشكيلي بشكل عام في مصر وفيه مشكلة في فكرة استقبال الناس لفن التشكيلي دعم الفنان متهلي ده دور الدولة يعني لما راح يعمل معرض زي ده مش هقول له حركة مثلا أقل تكليفة لي يعني أنا أصرف عليه مش أقل 200 ألف جنيه على الوحيد عشر سنين شغل أو خمستاشر سنة شغل يعني الوزير نفسه لما جالي بيقول لي أنت أكيد فيه مؤسسة بتدعمك أو فيه حد بي دعمك استحالة تكون مكلف كل ده الوحدة قلت له والله ربنا اللي بي دعمك أنا معيش حد خالص بي دعمك بس مش حالك بتغطي تكاليف دوت بالبيع أنا ما بيحتش حاجة خالص يعني أنا بشتغل عشان المعرض وكنت متوقع المعرض يعني يجيب مردود بس لسه بقول لحضرتك يعني الناس وأنا واثق أن أي حد يتمنى لوحة زي من عندي تبقى في بيته طب هل شايفين الدعاية مش كافية؟ الدعاية طبعا مش كافية التوجد الإعلام مش كافي أنا من الناس برضو اللي مش همكس في التلذير برضو لمني في الحالة دا قال لي أنت ما عملتش تواصل إعلامي بس أنا يعني مش هجري وراء الإعلام مش هقولي الناس تعالوا صوروني أو تعالوا صوروا أعمالي أو لا بس أزال الناس ما عارفة أنت مثلا بمعرض بحتي عملت 600 دعوة أنا 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 طبع ألف دعوة وزعت 600 دعوة على جهات مختلفة وجهات مسؤولة كتير جدا ما عرفش الناس فيها سوشيال ميديا برضو فكرة تفهم واقعة وصل الاجتماعي مهمة جدا لازم نوصل بقى للناس بالطريقة الحديثة بالفيسبوك وبتويتر وبغيرها برضو عمل ويبسايت وعمل إيميل ودعيت ناس كتير جدا طيب فكرة كمان ودي حاجة يتكلمين فيها كتير جدا من خلال نهورك سعيد فكرة أن المعارض أو الفن يوصل للناس يعني دار الأوبرا محترمة شهيدة لها هي مركزية هي في قلب القاهرة يعني من الأماكن اللي موجودة لكن لو مثلا المعرض بتاع حالتك لف بقى في القصور ومراكز الثقافة المختلفة وصل لكل الناس في كل حتة راح مثلا المراكز الثقافية حتى المستقلة زي الساقية وغيرها تفتكر برضو ممكن يكون حتى عربيا ممكن كمان يتسوق أصدى أقول إن فكرة الانتشار مهمة قوي جدا جدا معرض الأوبرا مكان متمايز جدا كشكل وكمكان جميل وكل حاجة لكن أنا طول نهار تقريبا عادي بعد اللي افتتاح محدش بيجيلك أنا بيجيليش عشرة في اليوم بتبقى قاعدة كئيبة أنا لسه من يومين واحدة داخلة داخلت فراجة العلماء كده وطلعت لقيتني قاعد زعلاني أما تبقى قاعد في وسط مجموعة كبيرة كل الناس متجنين عليها وكل الناس كل اللي شوفها مبهور بيها وقاعد محدش بيجيلك محدش حتى بتفرج عليك تفتكر يا فن برضو طبيعة الزرف بتقول لي انت زعلان ليه كده؟ بتقول لي انت بتقول لي انت الصالة دي فكرتني بأكبر صالة جبلان في إيطاليا زورتها أنا وشفت فيها جبلان حقيقي عندك حاجات يمكن ما تقلش عن هناك ويمكن أحسن وكتبت لي الكلام ده مكتوب فقلت لها طب في زمتك يعني الصالة بتاعة إيطاليا بتروحت لقاها فاضية كده كده نفيهاش حد كده؟ قالت لا ده حاجة تانية خالص فقلت لها أنا عشان كده زعلان حد برضو كتاب لي قالي انا نفسي كل مصري يشوف شغلك ده يعني بس هنجيب مينين التواصل ده؟ هي مشكلة بس مش عارف بحلها ايه يعني هي موضوع السوداء يعني ليه كذا بعض؟ ليه بعض اجتماعي؟ ليه بعض ثقافي؟ ليه بعض لعلاقة من ضغوط الناس اللي موجودة فيها يمكن مش قادرين معدهمش يمكن التوقيت أنا أقول لها ان انا حاجز المعرض من سنتين وكان نفسي أجله لان حشس ان البلد اه اه حاجز معاد المعرض من سنتين معاد المعرض من سنتين اه وقبل الثورة اصلا وعشان كده اطعم كتير وكان نفسي أجله لان حاسن الوقت مش وقت معارضه مش وقت شارع ومش وقت كلام من ده لكن هتأجله لامتا؟ معنا محدش عارف لها يعني حل لكن برضو حد والله العظيم قال لي يعني برضو بقول لي حاسن عندي احباط فعلا انك انت تعمل كل الشغل ده ومحدش يشوفه او ما يعني الحمد لله انا مكنش بعملينه عشان اتعايش منه فبتقول لي لا ده انت اللي يشوفك لو عنده احباط حيبقى سعيد انا فعلا سعيدة جدا ان شفت شغلة كل فيه حد مبارح بيقول لي انا وانا داخل غير وانا خارج خالص ده الكلام ده بسعيدني جدا انا انا حاس ان هو ده يعني مردودي للمعرض المعرض الفنية بتبقى تجربة تجربة نفسية وتبقى تجربة جمالية وتبقى هاية كتيرة جدا حتى لو محدش قادر يشتري واحد بيخش فعلا بيتفرج بتبقى تجربة بكل معنيها يعني زي العمل الفني زي العمل المسرحي زي العمل السينما اسعد حاجة تسعد الفنان انه يحس ان اللي شاف شغله مبسوط بي او سعيد بي وحد يقول لي كده ببقى سعيد جدا بصرف النظر على الريزة التعرف المعرض مستمر الغيط يوم الاثنين ان شاء الله يوم عشر ابريل في قاعد صلاح طهر في قاعد صلاح طهر هي القاعد رئيسية في الابرة واقمل يعني المعيد من كاميرا المعيد من عشرة ونص الاثنين ومن اربعة ونص التمانية ونص تمام احنا بنحيى حارتك ونحيى حارتك على عمالك متميزة وبعد نحضرك بصفة شخصيتي تشوفه حاضر بعد نخلص عارض فعلا بحيى حارتك على عمالك متميزة وزي ما قلنا تاني اعتقد الفنان اهم حاجة رسالته ان هو يفضل يستمر ويفضل ورا رسالته وورا نشره للفن حتى لو كان في احمطات ان هو ده الهدف الاسمة على مدى العصر الفنان التشكي محمد عمار صاحب معرض جبلان بالمصري مجوعة الاعمال المتميزة جدا لفن الجبلان سواء ليه هو شخصيا وده معظم الاعمال او سواء كمان لفنانين واعمال معروفة زي وجوه مصرية وجوه الفيوم وايضا اعمال الفنان التشكير وفيه عمل متمايز قوي عندي ديلا الكروة اسمه الفارس والحسان ده الاصل بتاعه موجود في متحف عمود الخليل ما بتبعش لو بملايين يعني يعني عندي لوحة حد سأل على لوحة عندي اسمال المولوية بتاعت عمود سعيد مشهورة قوي دي اتبعت بتلاتة مليون دولار الاصل بتاعها بتبع بتلاتة مليون دولار فواحدة فاهمة قوي بتقول لي دي بكام دي قلت لها تقريبا يعني فقلت لها رقم اعتلي ده ملالين دي بيتبعها بتلاتة مليون صحيح ودي ما تفرقش عنها خالص فلا ان شاء الله حنتمان ان الموضوع يبقى يعني ليه قابل ايه وليه تقبل اكبر من كده ونجاح اكبر من كده فهدينا هنروح لفاصل نرجع تاني خليكم معا شكرا